قال محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أن الهلال الأحمر المصري يقوم باستقبال المساعدات ونقلها وتخزينها في مخازن بمدينة العريش وذلك تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة هذا وقد وصلت إلى مطار العريش الدولي 27 طائرة من دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية تحمل مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلدمات الطبية إلى قطاع غزة